راديو ميت يقبل والصراج يرفض مبادرة تشمل وقف الحرب وبدء المفاوضات سنعود على هذا بأكثر تفاصيل إن شاء الله في ساعات القليلة القادمة كيف كيف نحكي وزادها على الشركة التونسية اللي وراء حملات للتأثير على الانتخابات بعد تقرير الأمريكي اللي يكشف هذا الكل نحكينا عنه البارح في الماتينال وحكينا على أكثر تفاصيل نحكي وزادها في الأمين في جريدة الشروق بعد خاصة الله يرحمه من عامهم الثلاثة أولادات اللي توفاهوا في قناة المجردة وحل أو وحش قناة المجردة يقتل الأطفال في العاصمة من جديد الأهال يستغيثون وثلاثة فيديوهات وثق رحلة الموت ربي يرحمهم ونعامهم إن شاء الله على كل نمشي نعمل طالة زاد على أهم الأخبار المطروحة سنعود على مئة يوم على تسلمها السلطة هل تجاوزت حكومة الفخفاخ منطقة الخطر هذه اللي تلقاها في جريدة شروق الصادر اليوم هذه تقريبا حكومة الفخفاخ اللي تقفل اليوم عهدتها لمئة يوم منذ تسلمها مقاليد الحكم وهي الفترة اللي تضع فيها حاصيلة سياساتها تحت مجهر التقييم نشوفها نمية يوم تمر على حكومة الفخفاخ وهي المدة المتفقة عليها في العرفة السياسي لتقييم عمل الحكومات ومدى نجاح سياستها على كل حكومة هل تخططت الصراعات متاحة حكومة اللي بشنرجع بطبيعة الحال على الوثيقة اللي ما تصحتش بين الاتلاف الحكومي الموجود نحكي وزادة اليوم على الخطوط الجوية التونسية اللي تفتتحها اليوم خمسة وكالات تجارية تابعة لها بشكل استثنائي لحد وذلك لمساعدة على تنفيذ برامج الإجلاء المبرمجة بين خمسة وخمسة جوان إذا نشوفه بشاركة الشركة بأكثر من عشرين صفرات تشمل عدة وجهات عبر العالم على كل نشوفه زادة جريدة الصحفة احكيت زادة في الايون امتاحها على واقعة الثلاثة جوان وارتداداتها لن يمذي إلا مع الأحزاب المضمونة هكا العنوان يقول الغنوشي يعطل وثيقة الاستقرار الحكومي في انتظار الاستقرار البرلماني حزاب في الحكم تتهم حركة النهضة تبتز شركائها أو شركائها ورئيس الحكومة نشوفه زادة المعهد الوطني للأحصاء ليحكي على استقرار معدل التضخم عند 6.3% خلال شهر مايب نقضي مع الصحفة ونشوفه أنه الغنوشي كما قال في الايون يعطل وثيقة الاستقرار الحكومي في انتظار الاستقرار البرلماني هذه حكيت فيه جريدة المغرب حكيت على تأجيل الثالث لوثيقة التضامن الحكومي هل انتهت الحكومة أم انتهى الاعتلاف الحكومي وحكي حسين العيادي في الارتكل على الساعات القليلة بعد جلسة الثالث من جوان كانت كافية لتأكد تفكك الاعتلاف الحاكم بالإعلان عن التأجيل الثالث لختم وثيقة التضامن والاستقرار الحكومي بعد امتناع النهضة عن التوقيع عليها على خلفية تصويت حركة الشعب ضدها في البرلمان لتعلن بشكل نهائي عن نهاية التحالف الحكومي فهل يعني ذلك نهاية الحكومة هذا ما أعلن على التول بارح رئيس الحكومة مع تأجيل كما قلنا موعد الأمضاء على الوثيقة التضامن والاستقرار الحكومي إلى أجل غير مسمى تجنبا للإعلان الصريح عن ممكن الفصل بيناتهم بعد أنه تعذر عليها في ثلاثة مناسبات فرض الانذباط على الأحزاب ومكوناتها الحضور وختم الوثيقة وقد جاء الأعلان دون شرح للأسباب أو توضيح لهذا التأجيل لكن هذا لم يطلف الصراع الأعلامي بين حركة النهضة حركة الشعب أجاب عن كل هذا الغموض وشرحه ليعلن قادة النهضة أنهم امتنعوا عن الأمضاء ولم يطلبوا بالتأجيل هذا الأعلان اللي كان القصد منه أن النهضة ترفض هذه الوثيقة لماذا 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 ضمنتوش لكن يقول لعدم وجودها من وجهة نظرها خاصة أن هذه الوثيقة ليست إلا حبرا على ورق ولن تغير من سلوكيات بعض مكونات الأيتيلي في الحاكم في علاقة بحركة النهضة سلوكيات مقصود منها تصويت حركة الشعب كما قلنا مع لائحة الدستور الحر والأمضاء على عريضة لسحب ثيقة من رجل غنوشي في رسالة المجلس وهو ما شبه سامي تريقي القياد في حركة النهضة بقسم ظهر البعير وبقطع شعرة معاوية فيما يتعلق بالعلاقة بين النهضة والائتلاف الحكومي على كل نشوفوا أن المرة الثالثة هذه اللي هي على ما يبدو بش تكون فاصلة في مستقبل هذه الحكومة والساعة القليل القادمة هي اللي بش جاوبنا على هذائها على كل نشوفوا زادة البارح زادة اللي قررى يسلحكومة استأنف العمل بالهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية ابتداء من يوم الاثنين غدوة الحي إن شاء الله وفق التوقيت الشتوي أي بنظام الحصتين معناتها بارتير من غدوة الحي بش يرجعوا يخدموا دوبل وصدر اليوم أو البارح في الرائد الرسمي وأنه من رئيس الحكومة مؤرخ في استجوان يتعلق بتطبيق أحكام الفصل 12 من الأمر الحكومي عداد 153 لسنة 2020 ومؤرخ في 17 مارس 2020 المتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمؤسسات العمومية ينص على استأنف العمل بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 المؤرخ في 14 سبتمبر 2012 المتعلق بتوزيع أوقات العمل على أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ابتداء من يوم 8 جوان 2020 وهذا نشوف أن أبرتير من الغدوة بشيوالي نظام الحصتين وبشيكون التوقيت أثنائها من الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة إلى منتصف النهار وثلاثين دقيقة معنات النص نهار نص ومن الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة على الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة باستثناء يوم الجمعة من الساعة الثامنة إلى الساعة الواحدة بعد الزوال ومن الساعة الثانية وثلاثين دقيقة إلى الساعة الخامسة وثلاثين دقيقة على كل شوفوا سيدة من أهام الأخبار اللي تم تدولها البارح بارتين من البارح اللي هو دعوة وأن المطالبة بالولاية رقم خمسة وعشرين حكيوا على جربة هذه دعوة شوفوا قاعدة دور من البارح على مواقع الوصول الاجتماعي وبدعوة من اتحاد الصناعة والتجارة بمكاتبها المحلية الثلاث بجزيرة جربة جربة تحومة السوق وجربة ميدون وجربة أجيم أنعقد بعد ظهر البارح بأحد الفضاءات بالمنطقة السياحية في جربة لقاء تاريخي يتم لأول مرة بالجزيرة أحضر فيه رؤساء البلدية الثلاث وممثلين عن المنظمات المهنية والهياكل النقابية للمختلف القطاعات المهنية والأحزاب السياسية وعدد كبير من ممثلين المجتمع المدني وشخصيات الاعتبارية في جربة حسب ما صرح بها أحد أعضاء اللجنة المنظمة لهذا الاجتماع للصباح نيوز وين يقول ذات المصدر أن نشارك بعض النواب مجلس نواب الشعب عن الجهة وممثلين لأهل جربة القاتلين خارج الجزيرة وخارج أرض الوطن عبر تقنية الفيديو المباشر للبحث حول آليات العمل والنضال من أجل أحداث جربة ولاية رقم 25 وأفضل اجتماع بحسب المصادر أنه عن مثاق جربة ولاية وتكليف لجنة مصغرة تضم ممثلين عن المنظمات المهنية الوطنية والجمعيات الدعمة لها على كل وأنه للحظ وللموذي قدما في جربة ولاية رقم 25 نكمل بالأخبار الوطنية البارح اللي صار اتصال هاتفي الحقيقة فم تعليق ضحك برشة بعد الهذية هو اتصال مهم بطبيعة الحال في ديبلوماسية ولكن اللي تكتب معناتها على صفحة رسمية يضحك شوي بين الملكة المغرب وبين رئيس الدولة العهل المغربي جالت الملكة محمد الخامس ورئيس الدولة قائس سعيد اللي تبادلوا من خلالها تهاني شنوها؟ مش عيد الاذحرة تهاني عيد الفطر يا جماعة هكا مكتوب رو في البناغ الرسمي معناها تهاني عيد الفطر بعد قداه بعده بجمعة بربي وقتاش هو عنده جمعة على كل قال لك يا جماعة ثبت روحكو تهاني عيد الفطر ولا عيد الاذحة وتم خلال هذه المكلمة تطرق على العاقات تاريخية المتميزة بين البلدين وسبل تطوير التعاون بينهما لمصلحة الشعبين الشقيقين هكا هاو فهذا هاو يكفي حتى نا يكفي من الأخبار الوطنية